سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة ومرحبا أيضا بكل مشاهدين على صفحات قناة الحياة وصفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك واليوتيوب أيضا حلقة النهاردة بعنوان سقوط فرنسا ستان الاسم غريب شوية عليكم لكن يمكن أنا عودتكم على الأسماء العجيبة لكن نظرا لما نراه الآن مما يحدث في فرنسا من أحداث إرهابية وسيطرة للفكر الإسلامي على القطاع الكبير من المنظومة في الغرب يعني في فرنسا في أوروبا عموما يعني في أوروبا أنا شايفة أنه من وجهة نظر المسلم هو عايز يكون دولة إسلامية فعايزها تبقى باكستان عايزها تبقى أفغانستان لكن النهاردة إحنا شايفين أنه هذه المنظومة أو الفكرة أو الاتجاه اللي هم كانوا ماشيين فيه سقط وسيستمر في السقوط وسيستمر في الإنهيار لأنه ليس مبني على مبادئ إنسانية وحرية وقانون واحترام للغير فعلشان كده أنا شايفة النهاردة وبتنبأ أنه اللي كانوا فاكرين وبقى فرنسا ستان يسقط اليوم وتقوم مرة أخرى الدولة الفرنسية الديمقراطية الحرة اللي بنتمنى أنها تكون في كل بلد فينا يعني كل بلد من بلدنا بنتمنى أن تكون الديمقراطية والحرية واحترام الإنسان من الأساسات اللي بيبنى عليها الحياة والقانون في دولنا النقطة اللي هنتكلم فيها هم يعني نقطتين ببساطة الإسلام دايما يحاول أن يسيطر وسيطرة الإسلام ظلمية رجعية بتاخدنا 14 قرن في منظومة فكرية بيحاول المشرع المسلم أنه يفرضها على العالم أينما كان لا تستطيع أنك تفصل بين الدين والدولة في ما يخص الإسلام وده العالم كله شايفه النهاردة والنقطة التانية اللي حابة أختم بيها معاكم سمعت كتير بيتردد في الأيام اللي فاتت موضوع لكل فعل رد فعل وأنا عايزة أتناقش معاكم في الموضوع ده شوية لأنه المسألة إحنا كيف نتعامل مع الفعل وكيف يكون رد فعلنا ونعرف منين مين اللي ابتدى الأول يعني يعني في مشكلة عندنا في الموضوع ده عندنا دائما حالة إسقاط ولوم للآخرين ونحن لا ننظر لأنفسنا في الأسبوع الماضي يوم 16 أكتوبر حصلت جريمة بشعة جدا في فرنسا بقى يكتب كده حدث ما يبقاش عايزة يعني حدثة مش حدثة لا دي جريمة دي جريمة بشعة جدا في حي هادئ من أحياء فرنسا الجميلة كان في الأستاذ ساميول باتي أنه يعني هو كان ماشي في الطريق في هدوء بيتنقل من مكان لمكان في أمان وفجأة تخيولي أنا بقى للموقف يعني فجأة يجمع عليه شخص لا يعرفه ولا شافه من قبل كده وشايف إن الشخص ده اللي قدامه غاضب وثائر جدا زي ما يكون بينه وبينه طار مثلا بالتأكيد الأستاذ ساميول ارتعب جدا من اللي شافه ده تخيولي أنا للموقف اللي يعني ممكن يكون أخذ دقيقة وممكن يكون أخذ ثواني علشان تنتهي حياة هذا الرجل اللي لسه شاب صغير وعنده أهداف في الحياة ومفيد جدا في مجتمعه ومحب الحياة ومحب البلد أنا تخيلت كده إن ساميول بصله كده وقال له أنا معرفكش أنت لازم فاكرني حد تاني أنت مين لكن يعني يمكن يكون تخيل إن الهجوم ده عليه كان مقصود بيه حد تاني لكن لم يكن يتخيل إن الهجوم ده سيؤدي إلى موته بهذه الطريقة البشعة لحد ما سمع المهاجم بيصرح ويقول الله أكبر وهنا تنتهي حياة ساميول باتي معلم الأجيال اللي قرس حياته علشان يعلم الأطفال والجيل الجديد واللي قرس مواهبه لتربية أجيال علشان تعرف وتعي معنى الحرية فتستطيع إنها تحترم الحرية وتعيشها آخر ما سمع هذا الإنسان كان الله أكبر اللي احنا نعرفه بنداء الموت والإرهاب وده مش تعريفي على فكرة تعرف على طول إنه بعد الله أكبر فيه دم جاي فيه دبح جاي فيه رصاص حيطلع ده مش تعريفي لكن ده اللي بيعرفه الغرب والشرق اليوم ما بقاش بس الغرب كنا بنتكلم عن إنه في الغرب الناس يعني بتعرف الإسلام بالإرهاب علشان 9-11 ولا علشان أحداث التفجيرات ولا علشان الناس اللي بيفجروا نفسهم لكن ما بقاش ما بقناش نقدر نقول إن الكلام ده في الغرب بس لا ده بقى في الغرب والشرق احنا عايشين وبنشوفه في بلادنا كل يوم أحداث بتطلع على الشاشات وأحداث ما بتطلعش خلاص تتعودنا تسمع الله أكبر وفيه دبيحة بعدها غالبا نسينا موضوع إنه بيتبح خروف ولا جموس لا بقى خلاص الدبيحة لهذا الإله بقت إنسان من منظور هؤلاء علشان كده ده تعريف الغرب والشرق النهاردة وده اللي بيدي المشاعر المرعبة لما بتسمع النداء ده المعلوم إنه حيكون من بعده جريمة يستنكرها الضمير والإنسانية احنا بنلوم مين على ده؟ أنا بسألك أنت أنت وانت كبشر كإنسان أنت بتلوم مين على ده؟ في مواقف كتيرة أخدها ناس مختلفين عن أنا عايزة لوم الغرب أنا عايزة لوم اللي عمل الكارتون أنا عايزة لوم اللي بيتكلم ضد نبي الإسلام وكل ده لكن أنا بسألك أنت كإنسان عادي فكر في نفسك إنك لو خرجت عن الخط بفكر أو بفهم يختلف عن اللي مكتوب ممكن أنت تبقى اللي تحت السكينة دي في هذا الحي الهادئ اللي في فرنسا انفصلت رأس هذا الأستاذ عن جسده لأنه ورى شوية كارتون رسومات عن النبي مشكلة مين دي؟ هل هي مشكلة الغرب الفاجر الفاصق اللي بيلجأ لي المهاجرين من الشرق بأعداد مهولة؟ أم هي معضلة ما نحمل معنا إحنا من أفكار وأجندات مسمومة من الثقافة الإسلامية؟ عندما قال ماكرون أن الثقافة الإسلامية قمعية وانعزلية ما كانش غلطان الناس ما بتقولش كده في الغرب إن هما بيحاولوا يحترموا مشاعرنا علشان ما نقولش إن هما مستقصديننا يعني لكن الواقع إنه الإسلام أينما كان هو كجماعة وفكر إنعزالي ولو أجندة إحنا بنجيبها معانا للناس اللي إحنا بنتهمهم إن هما بيتطهدون بعد ما نقتلهم يعني معضلة غريبة فكر فيها كإنسان أنا بحط السؤال ده أمامكم اليوم وأنا بطرح عليكم وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع بداية القصة مع ساميو باتي واللي حصل اللي أدى للقصة دي إنه الأستاذ ساميو قرر إنه من ضمن المنهج اللي هو بيقدمه إنه في الكارتون اللي ترسم عن محمد بأشكال مختلفة طبعاً أما تبحث هتلاقي يعني مئات من الصور المختلفة للكارتون وطبعاً عارفين إنه كان في حوادث متكررة في فرنسا لقتل صحفيين بسبب موضوع الكارتون ومهاجمة ناس حتى ما لهمش أي دعوة بسبب موضوع الكارتون لإنه محدش يقدر يلمس محمد فاللي حصل إنه الأستاذ المحترم ده قال لهم يا جماعة النهار ده إحنا حنتكلم عن الحرية حرية التفكير وحرية التعبير والحريات الدينية فأنا حوالي الكارتون ده لو سمحتوا المسلمين اللي موجودين في الفصلة ومش عايزين تقعدوا تقدروا تخرجوا وأنا حعافيكم من الدرسة ده البعض خرج البعض قعد البعض اشتكى بشكل رهيب وقامت الدنيا ما قعدتش على مكرون وعلى ساميول والمدرسة من المسلمين وبعد يومين صدر فتوى بفتوتين بقتل هذا الأستاذ لإنه ورى الكارتون هو ما سبش النبي ولاي حد هو بس ورى كارتون حد رسمه يعني الراجل ورى كارتون حد رسمه وبيتكلم عن حرية التعبير الإسلام يكره حرية التعبير ما فيش حاجة اسمها كده فيصدر هذه تصدر هذه الفتوى ضد الراجل ده وطبعا ألف من يعني يلتحق بالراجل طلع واحد شاب عنده 18 سنة أخذ البركة يعني بقى من الشيوخ بتوعه وأخذ الفتوى بقتل هذا الرجل وفصل رأسه عن جسده عمره ما شافه عمره ما شافه صدمة أخرى فحصل فيه تغيير كبير في هذه الثقافة الفرنسية اللي في البلد دي بيتقبلوا مع ناس بتفكر في اتجاه وهم في اتجاه آخر الفرق بين القاتل والمقتول كبير جدا السماء للأرض إنسان مفكر حر يحترم الآخرين وآخر عايز أقول إيه مبرمج بس مش بجهاز كمبيوتر حتى يعني ده الكمبيوتر بيبقى عنده يعني واسع شوي لا العقل الإسلامي الإرهابي يبرمج في خط واحد وهو الدفاع عن الإسلام والوقوف يعني ضد الثقافات الغربية علشان يفرضوا عليها الثقافة الإسلامية عايز أوريكم حاجة يعني فيديو كنا عرضنا قبل كده في حلقة من حلقات المرأة المسلمة بس إيه يعني يناسب جدا النهار ده أنا عايز أوريكم الرعب اللي بيحصل عند الشخص الغربي لما يشوف شخص مسلم بيتصرف تصرفات غريبة يعني إيه فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده في الطيارة في واحد قرر إنه هو ممكن تحطوا الفيديو وأنا بكل قرر إنه هو يجي قدام باب الطيار طبعا بعد 9-11 يعني الناس كلها بتترعب من أي حاجة فيها إسلام في الطيارة فباب الطيار وقرر إنه هو يقوم يخض له ركعتين أنا مش فهمة الإبلة فين يا أستاذ أنا مش عارف يعني إيه الهدف من ده وقام كده بعد ما صلى وربنا بقى يعني هدى وشفى وقدى اللي عليه هوا بص بقى هيعمل إيه طبعا المضيفين مش عارفين يعملوا إيه يعني طب برضو أنظر إلى الشخص الغربي هو ما زال محترمه مش هيقطعه هو هيدافع عن نفسه بس مش هيقطعه بص وقف ورجع ورا كده وهو منتظر نشوف الأستاذ بقى أم بس خلصت على السلام عليكم ورحمة الله وقم أنا أوريك بقى الصلاة عملت فيها إيه وبعدين بقى بص الفيديو اللي بعد كده ده فيديو بقى تاني دلوقتي الطيارة نزدد بيقولوا كده إنها نزدد في بلجيكا علشان يخرجوا الشخص ده فجي البوليس علشان يطلعوا فبيقولهم إيه أنا مالك وأنا ما عملتش حاجة فيه إيه وبعدين بص بقى على طول تطلع الله أكبر ساما واحد عربي بيقوله يا كدهب إنت ما عملتش حاجة خلينا نسمع الخطة اللي تاني عشان نسمعوا يعني يشيد فحكا إد يعني يشاء السب آخر أذكرني أعطي جاهد من أكبر كنت جاهد من أكبر لكن لدي خطأ بالحركات تطلع الآخر إيه ، إليف تعلم؟ لا لا، الفيديو متعد معنا يا transfer ق recon Book أنا بسأل سؤال يعني إيه الهدف طب أوكي صليت وقمت وعملت إيه الهدف بتقول الله أنت رايح حرب أنت رايح فرنسا رايح حرب وممكن تكون دي بلده اللي عايش فيها اللي واخد جنسيتها مثلا ممكن قوي أنت بتعمل غزوة الطيارة مثلا مش فاهمة لكن هو ده يا جماعة الغرب بيواجه شخصيات مختلفة من خلفيات مختلفة فكر مختلف يعني تماما عن التعود على الفكر المتحرر وجود المسلمين في الدول الغرب أدى إلى يعني اختلال موازين كتير بعد ما قتل ساميو طلع واحد من المدرسين بيقول كده بيدي يعني بعض النظرة على المعاناة اللي بيعانوها كمدرسين النهاردة بيحاولوا يدرسوا للمهاجريين والناس من الأجناس مختلفة بيقول كده من 2019 في 2019 ما بين سبتمبر 2019 ومارس 2020 كان فيه 935 بلاغ عن حالات اشتكى فيها المدرسين الفرنسويين انهم ما بيعرفوش يكملوا حصاصهم والاعتراضات اللي بتطلع من الدارسين على المواد اللي بيدرسوها عن الحرية عن التاريخ عن العلوم عن قلم الاجتماع وغيره وانهم بيجي لهم تهديدات على الإيميل دايما او بيجي لهم تهديدات مباشرة دايما ما هذا الاستهداف لكل فكر مستنير ساميول باري كان بيجي له تهديد من خلال الإيميلات والسوشيال ميديا دائما المدرسين بيقولوا ان الطلاب بيجيبوا بيجيبوا بما في بيوتهم الى المدرسة وانه السوشيال ميديا اضافت كتير لده فاصبحت اكتر عنف الولد اللي قتل الراجل ده تسعة من عيلته ارهابيين وقبض عليهم انا قدمت لكم مسبقا حلقات كتير عن مشاكل الارهاب الاسلامي في فرنسا لكن النهاردة انا حب ابص بشكل اوسع لاوروبا واللي بيسمى بردود الافعال في الشرق بين الفرق بين الشرق والغرب في المسألة دي الاسلام دين ودولة اينما وجد الاسلام كعقيدة يبرمج فكر المسلمين على ان هدف الحياة هو اقامة الشريعة الاسلامية والدولة الاسلامية لانه فعلا بقى دولة داخل دولة اينما كان حتى في البلاد الاسلامية احنا عارفين كده اينما وجد يحكم بالدم احنا عارفين كده عايز اديكم يعني مثل بسيط على الموضوع ده خليني اشوف اولا فيه سلايد كنت احب اوريه لكو من على تويتر اشوف احنا عارفين احنا عارفين احنا عارفين وانه رجال دول ممكن تشغل الفيديو انا اكمل كلام معه بيقولوا انه في حملة علشان يحولوا المناطق اللي في لندن الى محمية اسلامية الرجل ده بيقول بيقول كده ان المسلمين بيعرفوا الخير والشر وبيقدموا الاسلام هيقدموا الاسلام كبديل في المجتمعات غير الاسلامية واحنا بنؤمن ان المسلمين يجب انهم يعيشوا مع بعض حسب الشريعة فينفصل وينعزوا على المجتمع ويعيشوا حسب الشريعة ويحلوا مشاكلهم حسب الشريعة لحد ما ييجي اليوم دي بقى النقطة لحد ما ييجي اليوم اللي تكون في الامارة الاسلامية موجودة في لندن وتاخد بقى تيك اوفر لندن ويبقى فيه بوليس اسلامي وقانون اسلامي مشهد جميل قوي شفنا في داعش وشفنا في سوريا وشفنا في العراق وشفنا البوليس الاسلام ايه رأيكم واحد انجليزي في نفس الفيديو ده اسلم من كام شهر وبيقول ان اي حاجة الدين بيقولها اعملها حتى لو فيها قتل للكفار اكي الاسلام مسك العقول الاسلامية الموجودة في الغرب وغطاها خلاص مفيش الغرب مش قادر يخترق اي حاجة تغير حياة هؤلاء الناس وعايز كمان ياخد الفكر الاسلامي ده ويحطه الهي الاربعتاشر قرن من الظلامية ويرجعها بقى ويحطها لنا في الغرب الغرب المتحضر اللي فيه يعني يعني تحس كده انه يدخلوا الدنيا تضلب لانه الفكر ده هو اللي عايزينه يسيطر على المجتمع اللي هما فيه ايا كانوا خليني اخد مكالمة اخ احمد من ايران اهلا بيك اخ احمد انا مستمع اوكي طيب لو رجع وصلوني بي بعد كل ده احنا دايما بنتهم الغرب بانه يعني سبب مشاكلنا خليني اشوف عايز اقدم لكم جزء من مقابلة للكاتب والمفكر الاستاذ طارق حجي مع الاستاذ اسلام البحاري الاستاذ طارق هيكون معانا بعد قليل عشان يعمل مدخلة وتعليق وطبعا ده شرف كبير لبرنامج المرأة المسلمة انه يكون معانا ياريت تحضروا مكالمة الاستاذ طارق على بال ما نشوف الفيديو تفضل لان يكون الدين شأن شخصي بدون هذه الارادة السياسية سوف تعربد المؤسسات الدينية ليه احنا نقول ان هم اخترعوا الاسلام السياسي ده غلط المضاعة من عندنا المضاعة من عندنا اللي داعش بتقوله في تاريخنا موجود وبكلمهم كتير على الهجرة الغير مدروسة انت جايب ناس تدمرك انت جايب ناس تحمل في اعمقها كراهية غريبة للحضارة الغربية صحيح انا متأكد ان لو ترك الاسلام التقليدي في يد المؤسسات الدينية هيبقى في حرب عالمية ضد الاسلام في يوم الايام لانه سيشكل خطر جاسيم على منظومة القيم لازم نسمع تاني على فكرة الكلام اللي تقل ده خليني عدلكم الافكار اللي قالها الاستاذ طارق خلوني اعرفوني لما يكون الاستاذ طارق معاني بيقول كده انه لابد من ارادة سياسية لان يكون الدين شأن شخصي يعني لازم يكون في قانون لازم يكون كل الناس ماشيين تحت قانون واحد يعني القانون البلد لازم يكون عادل للكل سواء انت مسلم مسيحي بوزي درزي ده مش مهم ده المهم ان انت كانسان لك حقوق تحترم وانه موضوع الدين الاعلى والناس الافضل والديانة السماوية اللي كذا يعني ده لا يغير في حقي انا اني اعيش حياة زي ما انا عايز اعيشها بكل احترام لشخصك وان رأيي مش لازم انه رأيي يكون في فكر او في ثقافة يعني انا من خلفية اسلامية انا رأيي في الاسلام بقوله بصراحة انت ليه عايز تحجب على رأيي مع انك انت في نفس الوقت بتتكلم على المسيحية بمنتهى يعني الابتزال وتأليف ومحدش فاهم لكن ممكن نعيش احنا كبني ادمين نحترم بعض لكن القانون الاسلامي في الدول الاسلامية واينما ذهب المسلمين هو الشرع والشريع يعني وبعدين قال حاجة تانية اذا ما كانش فيه قانون سوف تعربط الجماعات الدينية يعني ايه الجماعات الدينية اللي احنا بنشوفها في مصرو وفي السعودية وفي كل الدول العربية وحتى الجماعات يعني الناس اللي مع انجم ده وغيره والجماعات الدينية الموجودة في فرنسا واللي موجودة في انجلترا ما هماش جماعات سياسية دول مش احزاب سياسية هم بيحاولوا يتلفوا حوالين القانون عشان يورروا نفسهم ان هم حزب سياسي فيقبلوا هم حزب ديني مش حزب سياسي فالناس دي بقى لما يمسكوا الحكم هتبقى ما تعرفش تمشي في الشارع وما تعرفش تلبس وما تعرفش تشرب حاجة انت عايز تشربها مركة حرام وهيبقى في قطع دين دا مش دا مش هزار دي حاجة حقيقية دي هي العربدة الدينية اللي تغطي على كل حقوقك كإنسان بيقول كده انه احنا بنقول انه هم الغرب يعني اخترعوا لنا الاسلام السياسي وقال كلمة حفظة لا اكررها كتير او قالك البضاعة من عندنا يجب ان احنا نعترف بالحقيقة الغرب لم يخترع اسلام سياسي الاسلام السياسي بدأ مع بداية الاسلام والاسف انه لو ما يعرفش التاريخ الاسلامي يعني من الجهل انك تقول انه الاسلام السياسي ابتدى عن طريق الغرب بدايات الاسلام بتقولك انه الاسلام كان سياسي النبي ومن بعده غزوا بلاد عشان يعملوا ايه عملوا ايه عملوا بلاد اسلامية عملوا خلافة اسلامية عملوا سلطنة عثمانية يعني ما نقدرش نقول انه مش سياسي لانه لو كان مثلا زي المسيحية لو قارننا بس انا عايزة قارن لو زي المسيحية لما دق اما تدخل اي مكان اي بيت اي بلد هي على الارض مع الناس ملياش دعوة بالسلطة ملياش دعوة بالسلطة دي مش مشكلتنا احنا بنعيش مع الله وبنعيش نخدم الاخرين وبنعيش نبارك الاخرين محناش بنتخانق على حاجة لكن عندما يدخل الاسلام بلد يريد السلطة اللي داعش عملته وبتقوله زي ما قال الاستاذ موجود في تاريخنا مش كيف وبعدين من الحاجات المعروفة فعلا عن الاستاذ طارق حجي انه بيتكلم عن موضوع الهجرة وانه الناس اللي انتوا جايبينهم جوا بلدكو دي انتوا جايبين الناس تدمركم وتحمل في اعماقها كراهية غريبة لكل ثقافة غربية الكلام ده حقيقي اللي تعلمناه عن الغرب واحنا صغيرين واحنا في بلادنا اتعلمناه عن الغير انه دول خطر علينا ودول يعني هيسببولنا يعني دول دول محل ان احنا لازم نغزوهم لازم نسيطر عليهم لازم يعني نسود على هذه المنظومة الغربية عموما اتعلمنا انهم كفار وقت بتقول كافر على حد خلاص تحط في موقع تاني من حياتك نستفيد من كل اختراعاتهم من كل اساليب حياتهم لكنهم كفار في الاخر يعني يعني ايه اهميته انا احسن منه انا مسلم مش كده وده اللي بيفرضه الاسلام اللي موجود على الارض النهار ده والمؤسسات الدينية اللي بتعلم النهار ده انا اخدت الجزء الاخير من الفيديو ده وهو بيقول انه يعني هيكون في حرب عالمية ضد الاسلام لو المؤسسات الدينية اتساب لها كده يعني المجال لانها تحكم او لانها تشكل افكار الناس وده حقيقي لان المنظمات الاسلامية اللي بتحكم عقول الناس وافكارهم اللي المفروض انها تكون روحية بتعلمهم انه فيه فاصل بينهم وبين الغير وانه الغير لازم يمشي على نظامهم هما مش بتعلمنا ان احنا لما ندخل بلد نعيش على نظامها او نحترم قانونها ابدا ما يقدروش يقولوا كده لازم الشرع فوق كل شيء وهنشوف امثل الدا فالاسلام النهاردة يواجه بحرب شديدة ومن حق العالم انه يواجه الاسلام بحرب لانكم لا تحترموا الغير وهذا الفكر لا يحترم الغير لازم نفكر في الحاجات خليني يعني لو في مكلمات حد يقول لي من فضلكم سيطارة المؤسسات الدينية والكلمة الحكيمة اللي قالها الاستاذ طارق حجي في الموضوع ده خلتني افكر في حاجة في مثل بيتقال كده يعني في الغرب يقولك الناس اللي عايشين في غفلة او اللي نايمين في وسط الشغل او اللي نايم في الخط في مصرح اني قولك انت يا ابني ملك كده نايم في الخط المفروض انه اللي على الخط ده يبقى شغال لو انت مثلا في خط بتعمل حاجة في مصنع ولا حاجة الخط دايما سريع اللي ينام على الخط ما يكلش عيش او اللي ينام على الخط مش هيوصل للهدف اللي هو عايزه في الغرب انا شايفة انه في ناس كتير اعتمدوا على انه مفهوم الحرية في حياتهم يقدروا يوصلوا لللي حواليهم وغفلوا عن ما يحدث داخل ارضهم فبقى الشكل العام في فرنسا كده انه مثلا الاسلاميين بياخدوا شوارع مثلا تتقفل لانه المسلمين مسيطرين عليها مثلا او انه يبقى في يعني حوادث ارهابية بالشكل ده لانهم مش واخدين بالهم انهم لازم يحموا البلد من الارهاب الاسلامي اللي بالشكل ده احنا كمان كبشر لازم ان احنا ما نمشي في الخط ونبقى عارفين الافكار اللي بتورد لينا دي افكار تمفعنا تخلينا نمشي مع المجتمعات اللي احنا عايشين فيها ولا تخلينا ننفصل عن المجتمعات اللي احنا عايشين فيها ونكون حييجي بقى بعد كده حييجي الوقت اللي يشوروا علينا ويطلعونا برا اهلا بيك استاذنا الكبير اهلا وسهلا انا يعني النهار ده الحقيقة سعيدة ان ناخد من وقتك خمس دقايق تشاركنا برأيك وافكارك فيما يحدث في موضوع فرنسا والمواجهة الحقيقية للارهاب اللي موجود في فرنسا الان انا يسعدني اكون معاك ومع مستمعيك وان نتكلم عن هذا الموضوع بالذات لانه في غاية الخطورة على الانسانية كلها نا تحبي ان انا اتكلم ولا اه طبعا اتفضل يعني اوكي اوكي التقابل الصادم بين فكر الغرب وفكر الشرق في موضوع الحريات وفي موضوع ان الانسان الشرقي المسلم لا يستطيع انه يضع نفسه في مكان يحترم فيه قانون البلد اللي هو عايش فيها مثلا يعني اعتقد ان حادثة فرنسا بتسلط الضوء على اكبر خضر على الحضارة الانسانية خليني اقول ان انا من عشرين سنة احاضر في عدد كبير من جماعات اوروبا والاهم في عدد مماثل من برلمانات اوروبا وبالذات البرلمان الانجليزي اتكلمت فيه 11 مرة وتكلمت عن بتحديد عن الهجرة العشوائية قلت ان اوروبا قد تدفع ثمنا لا يتخيله الاوروبيون بسبب الهجرة العشوائية الانسان الذي يأتي الى اي مجتمع كمهاجر غير مطلوب منه يتنازل عن ثقافته لكن غير مطلوب منه كمان او منتظر منه يهدم ثقافة المجتمع صحيح فعندنا هنا في لندن الهندي عنده توازن سليم في علاقاته مع الهنود فيه جزء كبير من الثقافة الهندية لكنه منخرط في المجتمع الانجليزي وعايش بقيم ومش عاوز يغير المشكلة ان الهجرة العشوائية اتت الى اوروبا وانى فرنسا تحديدا بملايين الذين اقول عنهم انهم عاقدون العزم على هدم الحضارة الغربية الغربية يعني يعني انت جاي من مفروض ان جاي من جهنم المعظم مجتمعاتكم جهنم انت تارج جهنم وجاي هنا عشان تغير هنا وتجعله مثل جهنم ودي ورطة تاريخية المشكلة ان قبل حث الفرنسا كان هناك ترديد في الغرب لان هذه شرذمة صغيرة ده مش صحيح لا طبعا مش صحيح لا ده مش صحيح على الإطلاق طبعا كل من هو ليس بإرهابي هو اصلا متخلي عن الثقافة ذي يعني اصحابي هنا اصدقاء المصريين من المسلمين والمسيحيين الأطباء في لندن الذين لا ينخرطوا في مسيرة الإرهاب لأنه تنازل عن الباكتج الفكري اللي التاني مش عاوز يتنازل عنه في باكتج فكري هو المشكلة الكبرى بس انا اعتقد وارجو ان اكون متفائل بدون اساس ان فرنسا ستبدأ مواجهة شاملة البعض يقول لي يعني حيضرب عشرة مليون فاقول منتش محتاجة تضرب عشرة مليون ولا مليون انت محتاجة تطبق القانون بحسب بعض الآلاف فالباقي يرتدع في فكرة في القانون قالها من 300 سنة كانت اللي هي الردع ايه فايدة القانون بيعمل ردع بيعمل ردع للمجرم ان ما يجرمش تاني وللاخر ان لا يجرم مثله انا مش منتظر من ماكروني عقب عشرة مليون هو مش هيكون محتاج لكده بس يضرب مثل بالقانون يرحل المئات الذين قال انه سيرحلهم هذا ضروري ثم قصوى وصرامة في تطبيق القانون لماذا لان في حضراتي في البرلمان الايطالي وفي انجلترا لاحظت وانا مندهش عدم معرفتهم ان هؤلاء مش قلة ومش استثناء الباكتش اللي عندهم هو الباكتش اللي بوجود في تاريخهم صحيح انا عايزة عايزة اتتفق مع حضرتك في حاجة انا شايفة انه البداية هتكون في فرنسا بداية رائعة جدا فعلا يعني الفكرة المنظومة الاسلامية والفكر الاسلامي اللي عايز يسيطر على البلد بالشكل ده حيتحطم على صخرة الحرية الحقيقية الموجودة في فرنسا بس في حاجة يعني ملحوظة مهمة جدا على فكرة يعني النهاردة انا شفت انه الرئيس مكرون ما ابتداش الموضوع ده من اسبوع الموضوع ده ابتدى من ثلاث سنين وهو فعلا بيغير في القوانين ولو حضرتك تبعت في الاسبوع اللي قبل كده كان في الحديث اللي هو طلع تكلم فيه عن انه هيغير القانون للمدارس وحيقفل الجوامع المخالفة ومش هيسمح لشيوخ متطرفين انه هما يدخلوا من بره البلد وكلام ده كله يعني النهاردة الناس ايما مش قاعدة علشان خاطر بتقولك انه يعني علشان واحد اتقتل طب منتوا عملتوا فينا كذا لا ده علشان سلسلة من الجرائم المتوالية اللي هدت البلد كل انسان يقولك او يقول لي ماهو الغرب عمل كده في الاستعمار اقول له يبقى انت واحد منهم ليه لان الغرب فعل ذلك في اطار تاريخي معين صح وهو وتخلى عنه وتخلى عنه يعني هل هناك شك ان امريكا الولايات المتحدة اللي حضرتك فيها نادمة على ما فعل بالزنوك اكيد نادمة بوجه عام البعض غير نادم مش مشكلة بس السياسة العامة لا والدليل على كده انا ما نقدرش نتكلم عليهم بمفردات معينة لو قلنا في امريكا عليهم المفردات اللي انا سمعتها وانا صغير لو قلنا النجر احنا دخلنا في مشكلة كبيرة طبع بعناها ان المجتمع يعتذر عما حصل المسلمون لا يا سيدتي كبار مطقف مصر يتكلموا عن رجوع الاندلس السؤال اقول لهم هم العرب كانوا بيعملوا ايه في الاندلس كانوا سياحة يعني ولا بيعملوا ايه كانوا محتلين كانوا قوات احتلال والرجل الذي قاد القوات الاسبانية وحرر في سنة 1492 حرر اسبانيا من العرب ده محرر احنا لم يبقى المثقف عندنا نادم على اسبانيا يبقى هو جزء من المنظومة وللأسف يعني انا اسأل حضرتك سؤال هو لو ما كانش العرب خرجوا من اسبانيا كان اسبانيا هتبقى بالجمال ده لا كانت هتبقى زي اي بلد عربية ممتأخرة بزر ولكن هو بالنسبة للاسباني هل هناك شك ان هو بيسموه في مصرحية مشهورة عن المحرر اسباني اسمها الليوسيد يعني السيد لان كانت الفوكابلري بتاعهم متأثر بالعرب هل هناك شك ان اي بناء ادم عائل بيقول ان الليوسيد ده حرر بلده لا وما العمل ايه لما خرج العرب وهم كانوا بيعملوا ايه هناك وزي بحاجة بتقولي يعني ايه ماذا كان سيعود على الانسانية اذا بقت اسبانيا والبرتغال تحت العرب مش هيبقى الا شيء نيجاتيف مش بوزيتيف لكن نرجع تاني نرجع تاني لموضوعنا اوروبا محتاجة كذا جرس وجرس رن قبل كده وهم لم يفيقوا يعني حصل في اولا انجلترا قصة كبيرة لان انا شخصيا اللي قضيت 30 سنة بدرس الاسلام السياسي لو سألتيني انت فاهم العلاقة الانجليزية بتنظيمات الاسلام السياسي اقول لك فهما ناقص مش كامل في شيء غائب عني مثلا هما انشأوا باكستان هل هناك شك ان هما انشأوا باكستان الانجليز انشأوا باكستان لكي يخرج عدد من المسلمين من الهند الى دولة جديدة اذا اللعب بالاسلام موجود مش معناها ان المشكلة خلقها الغرب المشكلة بتاعتنا احنا اصلا المشكلة الفكرية من عندنا هو استعملها في الاطار التاريخ انا انا عايزة اقول حاجة حضرتك انا يعني عجبني جدا انك بترجع لانه المشكلة بتاعتنا احنا وده الحقيقة هدفي من الحلقة النهاردة ان احنا ننظر الى انفسنا ننظر الى ما نضيف وما نقدم للعالم من حولنا ونبطل نشتكي ونشاور بس انا عايزة اقول حاجة يعني مش مهم حضرتك تتطرق للموضوع ده دلوقتي لكن هكون لنا حوارات تانية كثيرة لكن احنا النهاردة في اللي حصل في فرنسا ودائما الاحداث الكبيرة دايما يكون فيها صدام في شيء يخص رسول الاسلام فتقوم الدنيا وما تقعدش ومحدش يبقى عارف يعني اللي عايز يدين لازم يدين العمل الارهابي وبعدين يرجع هيقول بس برضو ما يصحش ما كانش بفروض تعملوا كده تعرفي حضرتك انا هقولك حاجة رغم انها تبدو شخصية بس هي مش شخصية نعم انا كنت في حوار امس مع سيدة مصرية مقيمة في لندن شديدة الانتقاد لكل الافكار التي تسمى بالافكار الاسلامية بتقول لي شيء احب المستمعين يسمعوه بقول لها يا أولانا انا متحير هم هؤلاء البشر الوحوش هم أصلا وحوش والتفكير ده ناسبهم ولا التفكير هو اللي عملهم وحوش قالتلي لا مؤكد التفكير اللي عملهم وحوش طب وإيه دليلك قالتلي أنا من عيلة لم تكن في الستينات متدينة بهذا الشكل نعم فلما تدينت فلما تدينت أصبحوا وحوش قتلي دول أهلي وأنا شايفهم إذن اللي خلاهم وحوش هو الفكر ده صحيح هؤلاء الناس أصبحوا وحوشا المهم نرجع تاني فرنسا يعني واسمحيلي أن أنا أقول على ماكرون كلمة أنه أنا متفائل بأنه سيفعل ما لم يفعله الآخرون ليه لأنه جاي من باكجراوند أنا ما أؤمن به أكتر هو رجل مصقف لكنه كوربرت كان رئيس بانك فبيتعامل كرجل كوربرت مع المشكلة مش طرف ثقافي بيحط حل عملي بيحط حل عملي كان رئيس بانك روتشايل يعني الرجل كان بيشتغل رئيس بانك روتشايل وده مبصد لا يستهام به فباختصار أوروبا أهملت في حق نفسها وللعلم الولايات المتحدة الأمريكية أقل أهمالا في حق نفسها من أوروبا صحيح صحيح نحن متقدمين أكتر في الحتة دي ودلوقتي بيع عندنا فرصة أكبر لكن زي اللي أنا قلت عليه في الأول هنا أنه أوروبا نامت في الخط يعني سابوا they were asleep at the wheel ما كانواش واخدين بالهم لكن ده حيتغير النهاردة بالبداية الرائعة اللي بتحصل فيه فرنسا هل عندك يعني لو قلنا كلمة أخيرة أنت شايف فين الرجاء أنه بلدنا تتغير إيه الحل ما فيش في تاريخ الإنسانية حد تقدم إلا لما حول الدين إلى شأن شخصي أوكي الموضوع ده في المسيحية أسهل منه في الإسلام أنه حول الدين إلى شأن شخصي في الإسلام ده معضلة مش حاجة سهلة لأنه هما بيقولوا على نفسهم إحنا دين ودنيا هما الفصل في الإسلام ما بين محمد النبي والحاكم والرئيس وقائد الجيش صعب جداً مش ممكن بينما في المسيحية الموضوع تحل جداً عن طريق المرجع الأول للمسيحيين اللي هو السيد المسيح صح لما الراجل قال له أسمع كلامك كل كلام قيصر فقال له العملة اللي في إيدك مين اللي مرسوم عليها صح فقال له قيصر قال له إذن أعطي ما لقيصر لقيصر صح ففصل الدين عن الدولة في التجربة الأوروبية ما كانش سهل بس بس هو أسهل من الإسلام واحترام القانون أيها بس أصل هو الفكرة يعني أنا آسف على التعبير اللي حقوله الدولة المدنية أعطت رجال الدين في أوروبا علقة في القرن الستاشر والسبعتاشر لرجال الدين طبع ده إحنا مش شايفين بوادر جواه الإسلام هو اللي بيقولوا عليه بقى التجديد الإصلاح الإصلاح يمكن في المسيحية لأنك لو التزمت بالكتاب المقدس يمكنك تحقيق ده لكن يصعب ده في الأفكار الإسلامية لأنك لا تستطيع أنك تنفاصل عنه المهمة صعبة جدا المهمة في غاية الصعوبة طبعا والدليل على كده أقولك شيء أنا مش عاوز أحبط الناس بس نسمع لهم الحقيقة أنا كنت شديد الإعجاب بتجربة تونس بورقيبة وتركيا أتى ترك شفتي الردة في الاتنين الاتنين فيهم ردة معناها أن الموضوع في غاية الصعوبة أو هم اشتغلوا على الأبر كلاس بس وثابوا اللي تحت فأول ما جاءت لهم فرصة يرجعوا تونس فيها مد إسلامي خطير صحيح رئيس البرلمان من الإخوان تركيا الغرب مش عارف يتعامل معها فيها واحد بمثابة المرشد للإخوان على مستوى العالم كان رئيس دولة فباختصار المعركة ما بين عشان ما نزعلش حد نقول الباكيج الإسلامي والحضارة الحديثة معركة كبيرة ولكن أنا أعتقد أنها بدأت أنا معاك وسعيدة جدا بالوقت اللي تكرمت بيه علينا النهار ده ودي كانت مفاجئة يعني أنتوا 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 لتشكروا ربنا يبركك وأنا سعيدة جدا بالأفكار والاستنارة اللي حضرتك بتقدمها للعالم وبنوعد المشاهدين أن حضرتك تكون معنا بقى في حلقات جديدة قادمة كل التوفيق وأنا يسعدني ويشرفني أن أشارك بمشاركة صغيرة في العمل الكبير اللي انتوا بتقوموا به ربنا يبركك أشكرك جدا الأستاذ طارق حجي رب يبركك طيب أنا فضيلي عشر دقائق عايزة يعني يعني أشكر رب على أنه النهاردة أضاف لنا فكر جديد باللي قدمه لنا الأستاذ طارق لكن شايفين أنه الاتجاه واحد يا جماعة أن لم تغير نفسك وتفحص نفسك لن تستطيع أنك تكون مقبول في العالم أو مفيد في العالم العالم كله يرى الآن أنه الإسلام يواجه مشكلة كبيرة لما مكران قال كده الشيوخ الأظهر قاموا ما قعدوش في ناس قامت وزعلت ويعني الشيخ الأظهر بقى وكل الكلام اللي طلعوا وأنا قدمت لكم في حلقة من الحلقات أنه رد شيخ الأظهر كان بيحرد الناس أنه هما يردوا بقسوة على مكران لأنه تعدى على الإسلام الإنسان محتاج يحمي قلبه أمام الله مش يحمي منظومة كاملة أنت مش عايش علشان تعلم الناس يعيشوا حياة أمينة شخصية مع الله لكن أنت حطتهم رقباء على الجميع أنا عايز أقول لكم سريعا كده نشوف بعض الصور السريعة كان فيه ردود فعل كثيرة في العالم الردود الفعل دي الشرقية والغربية كان فيه منها حاجات positive ويعني كويسة وفيه حاجات مش كويسة كان فيه شيخ فيه فرنسا لو تقدر تحطيلي صورة الشيخ اللي في فرنسا اللي كان متأثر جدا باللي حصل وكان بيرفضه الحقيقة أنه أعرف شخصية تعرف هذا الشيخ فعلا وهو طلع وقال أنه حزين على اللي حصل وأنه بيدين اللي حصل وأننا لازم نعمل تعليم مختلف وكان بيبكي والحقيقة أننا عايز أقول أنه هناك مسلمين ناس بشر ما يرضيهم ش ده فأنا بشجعكم النهار ده أنكم تفحصوا أفكاركم وتفحصوا أنتم بتتبعوا مين علشان تعرفوا إذا كنتم في الطريق الصح ولا لا يعني في المثل ده تعرفوا أنه في مفتي الجمهورية كمان أدان الحدث وكي ولما أدان الحدث ده الشيخ الأزهر ده ما كانش هنا بيدين الحدث ده كان بيقولك أنه وصف الإسلام بالإرهاب هو وجهل المفتي الجمهورية أدان الحدث وما أدانش الإساءة لمحمد ولا الكارتون بهدلوه بهدلوه في كل حتة على كل المواقع إزاي ما تقولش إنه الإساءة لمحمد كبيرة من الكبار ما خلاص ما إحنا عارفين الإسلام يجعل من كل إنسان مسلم راجل في إيده سكينة عايز يدبح أي حد يفتح بقه حتى المفتي راجل حكيم شاف الناس متقلمة قالها في جنبها ويقول الحق أدان الحق خليني أخد مكالمة مين معنا أهلا أخ أمتوان إزايك من روسيا أهلا بيك سلام ونعمة سلام ونعمة سلام ونعمة أنا ساعة ثانية ساعة ثانية أتكلم مع حضرتك وكان ممكن يعني عاوز أقول حاجة خلق هم المسلمين الأخوة المسلمين دايما بيزعلوا بيقولوا ما استنى أي عمل رسمة وكذا يجرح مشاعر المسلمين من يومين في واحد مسلم مصري كسر الصليب فوق أحد الكناس في لندن في إنجلترا فين أنتم يا أخوة يا عزاء يا مؤمنين يا مسلمين من العمل ده ليه أنتم مش بتفكروا أنه فيه الناس برضو بتتجرح مشاعرها محدش طلع محدش مفيش مسيح يجرح الكينة وأمدبح أنا مش فاهمة وبالعكس القسط تصل بالبوليس قال لهم تعالوا نزلوا أنا خايف يقعش يحصل معا حاجة كان خايف عليه الصليب ممكن نركبه تاني يعني نصلحه تمس قالها الأخ رشيد في برنامج يعني الفكرة دي فأنا عاوز أقول يعني هم بتنجاح مشاعرهم بس هم ما بيفكروش بمشاعر الآخر ما بيهمهمش أي حد تاني كل ما هنالك هم بس اللي هم الحق بكرح المشاعر برد على أي إساءة ولكن لما هم يسيئوا يعني لما قامت داعش يعني كتير منهم بيقولك داعش لا تمثل الإسلام يعني أنا مش عاوز تقولي تمثل لما تمثلش أنت تتخذ إجراء أنت عملي حاجة أنت مادم مش عاوز أنا أنتخذ حتى داعش اللي قتلت ودبحت ودمرت تقولك لا تمثل الإسلام تبني تمثل الإسلام حتى الشيخ الأزهر حتى شيخ الأزهر وأعوان شيخ الأزهر أنا مقدرش أكفرهم هو قال أنا مقدرش أكفرهم عشان هما بيوحدوا أنا مش عاوزك تكفرهم بس أنت طلع فتوى قل الشباب اللي ما تنضموش لداعش هي على ضلال حتى دا ما عملهاش نفاق دي نفاق الشيخ الأزهر طبعا دا نفاق ومعروف والمسلمين نفسهم بيقولوله كده بس أنتوان أنا عايزة أقولك حاجة بس عشان المرة الجاية لازم تتصل في أول برنامج دائما تتكلمني في آخر خمس دقايق أنا اتصلت قبل أستاذ طارق للأسف اصلوا الخط ووصلوني معاك دلوقتي سعيد جدا وأنا سعيدة باتصالك ويكون لنا إن شاء الله مكالمة مرة أخرى إن شاء الله إنه لازم أحتمل حلقة ربي باركك أنتوان أوكي أنا عايزة أوريكو الشيخ الأزهر نشوف السلايدز اللي بعد كده شيخ الأزهر بعد حدثة القادل أوكي حطوا لي السلايدز اللي جات بعد صورة شيخ الأزهر دي ويعني لا مش عايزة الفيديو حط السلايدز خلاص ما عندناش وقت للفيديو ساري أوكي ده الأستاذ علي البخيتي بيقول إنه كان يعني شايف التقابل كان وهو في اليمن كان الأجانب اللي موجودين كانوا بيرموا عليهم الحجارة لما هو راح قعد في إنجلترا دلوقتي بقى الناس اللي كان بيرمي عليهم الحجارة هم اللي بيحتضنوا وبيحبوا الصورة دي بقى فيها شيخ الأزهر حاطت استنكار اللي قالوا ماكرون والموضوع إنه تكلم ضد الإسلام بالثلاث لغات بالعربي والإنجليزي والفرانساوي ده بعد ما الرجل اتقتل أوكي شوف اللي بعده بقى الصورة اللي بعدها ده الشيخ خالد الجندي برضو ده أكتوبر 18 يعني بعد مقتل الأستاذ الفرانساوي راح عمل إيه؟ أخد اللي قاله شيخ الأزهر وراح عايده وبس الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأزهر قادم وطبعا مين بقى اللي بعده؟ حط اللي بعده عبدالله رجدي نفس الحكاية فيه اتفاق يا جماعة إحنا مصرين إن إحنا ندي من تحت يعني من غير ما نتكلم كده إحنا مصرين إن إحنا ندي تصريح عام رسمي للناس إن هم ينطفدوا ضد أي فكر يخالفهم دي يوم 18 كان مفروض يكون فيه إدانة لده عارفين المشكلة الكبيرة اللي بيواجهها الإسلام والمسلمين إنه الإسلام الحقيقي لا يهتم بحياتك أنت أنا بقول لك لأنه لو الشيوخ دول ومناء عليكم كان اهتم إنك ما تفقدش حياتك وإنك تروح تقتل ولا تفجر نفسك ولا تموت في سبيل الإسلام ولكن كان اهتم إنك تعيش حياة حية مع الله لو كان يعرف الله الحقيقي الفرق كبير المسيح علمنا إنه إحنا نشيل الخشبة اللي في عينينا عشان نشوف القزة اللي في عينينا الآخر إحنا في عينينا خشب كتير لكن دايما نشوف القزة اللي في عينينا الآخرين كشرقيين إحنا شايفين إنهم مش حلوين وبيعملوا وبيسووا وفسق وفجر وكل الكلام ده كل لكن لا نرى إن إحنا عندنا قلوب خبيثة مرائية ولا نهتم إلا بأنفسنا وفايدتنا لكن الشباب اللي بيموتوا في السكة دول ما لهمش لازمة الفرق بين المسيحية والإسلام إنه المسيح قال لك قدم عيش وكون خادم للكل للكل أما في الإسلام أنت وحتاج تعيش سيد للكل بوزه مخنا أنا بسأل الله إنه يدينا توبى حقيقيا نبص لنفسنا ونصلح أنفسنا بدل ما نشير بالقتل والإدانة على الآخرين الرب يبارككم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة